طيب مخبزي سريعاً 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 معلش النهار ده يمكن الإنترو كان يعني داسم شوي أخبار حالو الحمد لله و أخبارك أنت يقوله تمام الحمد لله تفضل أخبارك هروح من جونيور كده الكلمة بتاعته بتاعة جونسيان ده كان نصر بطوته بالنادي الأهلي وأنه هو النادي الأهلي بدأ يدخل في المفوضات معاه النادي الأهلي لم يبدأ أي رغبة في التفاوض معه حتى لا ما عندهش مكان دلوقتي حتى كمان لأن أنت عندك أنت جونسيان بتاع ميدياما الغاني جونسان جونسان آه ده النادي الأهلي لم يبدأ أي اهتمام بالتعاقد معاه حتى في الوقت الحال النادي الأهلي أساسي ما عندهش مكان دلوقتي أنت عارضي كندوس أساسي عشان تجيب مودست ما عندهش مكان دلوقتي خالص فده يعني بالنسبة كلام جونيور عن اللعبة للغنيين وترشيح بعض اللعبة لأفارقة للأهل والزمالك خلينا نروح لحية حتة مهمة جداً محمد عبد المينوم حضرك يعني اتكلمت فيه أكتر مرة وكان كلها معلومات يعني في الجلزة بقوله يعني محمد عبد المينوم هيبقى فيه جلسة يعني بعد ماتش يانجا أفريكانز بعد يعني تشوف يبقى فيه راحة بعد يعني فيه وقت بين المباريات لأن الكابتن الخطير بتكلم مع لجنة التخطيط ومع الجهاز الفني والكابتن الخليط بيه ومديره القورة عاوزين نشوف محمد عبد المينوم هو عاوز ايه النادي الأهل مهتم جداً بتلبيط رغبات محمد عبد المينوم وأكيد هيبقى فيه تعديل عقد انت اتكلمت عن موضوعه أكتر مرة في يعني النادي الأهل عارف محمد عبد المينوم عارف قنطه وعارف مكانته وعارف اللعب نفسه ماشي خلاص حمل عبد المينوم عمر كمان عبار زي ما اتكلمت للزوار اللي فات وانت قلتلي لا لسه محلوسته وفعلا لسه فيه يعني في الأمطار الأخيرة زي بقول وانا قلتلك لا يعني خلاص فنشه يعني هي فيه أمطار أخير انا قلتلك هم مفنشه خلاص الصفقة يعني اسمع كلامي يا اخبازي هي فيه بعض الأمور عمر كمان عبد الواحد من نحيطه نادي الأهل خلاص معه خلاص خلاص مع اللاعب ومع والده ومع كل حاجة التبقى فقط لغير هو شروط نادي مودرن فوتشر مودرن فوتشر متمسك بأنه هو ياخد أرتبط داعي والأهل لسه مردش على فك مودرن فوتشر طالب 3 الأهل دلوقتي عنده أساسا 33 لعب متسجرين في القائمة الأفريقية خرج منهم 3 رفض خليل وبعض اللاعب اللي تم عارضهم في اللحظات الأخيرة الأهل المتوقع عنده 30 لعب في القائمة الأفريقية عشان يجي طلع 3 كمان دلوقتي وانت لست تتكلم في دور المجمعات دول 16 عندك 6 مباريات عندك لو إن شاء الله الأهل يصعد هيبقى عندك دور الثمانية دور الأربعة النهائي والحاجات دي فترة طولة جدا تمام وانت شاء أي لعب فانت عشان تيجي تطلع 3 لعب متسجرين في القائمة الأفريقية فهيكون صعب جدا النادي الأهلي وطلبات مودرن فوتشر مبالغ فيها بالنسبة لنادي الأهلي تمام يعني النادي الأهلي عرض للعرض النهائي بتاعه 7 مليون زائد لعب واحد فقط لعب الأهلي مردش الأهلي لحد الآن لسه مردش على حدة 3 لعب والكلام ده كله لأن الأهلي الأهلي خد طلبات في فوتشر ومردش ممكن يرد هو ممكن هيرده ويرده يعني حتى الآن مردش بالفعل علشان كده عمر كمال عبد الواحد بيخاطب أندية أخرى وفي أندية تانية دخلت بالفعل يعني في برامدز وفيه زمالك بدأ كمان زمالك وفتح الكتب بدأ يدخل في الصفق بس خد مني الكلمة بيخاطب عشان يشوف مستقبل يعني هو اللي بيخبط البال معلنة عارف إن الصفقة لو المدر فمش تمسك بطلبات النادي مش هيوافق على طلباته المبالغ فيها يعني النسبة كبيرة صعبة يعني تكلم على رحيل ثلاث لعبين من القامة الأفريقية كمان وإنت كمان عمر كمال عبد الواحد مش مسجل في أفريقيا ماذا عن صلاح محصن صلاح محصن فيه تحذير كبير جدا جدا ليه وكان هيتفرض غلامة عليه في المباراة الأخيرة بعد ما جاب جون حيثت السكوط للجماهير هو صلاح قال لك أنا مقصدش جماهير نادي الأهلي بس كل الناس فسرتها وإنت راح لحية الجماهير فالناس بالتأكيد هتفسرها بالشكل ده فعشان كده الكاتلين خليد بيه بتكلم معاه يعني مش هيكون فيه غرامة مرادية بس لو تقرر هذا الأمر انت عليك تكتات في الملعب فقط ملكش دواب الجماهير زي ما انت حتكتات في الملعب وزي انت ما تتقال لك زي انت ما تجيب الجوان في كل المباراة الجماهير هتشيرك فول كتافها مفيش مشكلة خالص مودست لسه الإصارة عنده العدلة الضمة هو رجل عمل برنامج تأهيل بشكل كبير جدا خرج من المباراة النهاردة برضو لسه عنده حتة العدلة الضمة لسه برضو تكريم يعني حتة صفره لسه في مباراة يانجا يانجا أفريكا لسه ما تحسمتش لسه هيتم الاختيار بكرة بشكل كبير جدا عنده يعني اختبار طيب هيتم تحديد عليه مودست يعني خلينا أقول لكابتن مهيب الناس كتكلمت كتير جدا عن ان احتمالية خروج مودست من قيمة النادي الأهلي في كاس عالم الانديا وده من الرابع المستحنات هيتم لان كولر زي انت ما اتكلمت في الانترو ان ده مهاجم كولر كولر اللي جايبه الراجل متمس كبير الراجل عاوز يدي له فرصة عشان خروجه من قيمة كاس عالم الانديا تبقى صعب جدا أبرز الخارجين عن قائمة النادي الأهلي حتى الآن حتى الآن يعني خلاني اتكلم بشكل واضح وكبير جدا خلد عبد الفتاح لو اتكلمه في حتة صفقة كم عمر كمان عبد الواحد وتمت وفقا لشروط وطلبات النادي الأهلي فقط لغير صلاح محسن برضه ما تمش فيه لان انت عندك انت ده فترة جاي لنادي الأهلي مين اللي هيخرج عندك خلد عبد الفتاح ده هيخرجهم واحد صلاح محسن لو استمر حتة عدم الثقة يعني هو جاب جونه الماتش اللي فات المرة دي الماتش تسمح النهاردة ده باهت جدا ده مش من صلاح محسن هل بلا كوالجاب جونه التالت والفرقة اتنين سفر والدنيا بالزبط يعني كان عندك ارياحية تلعب فيها اه يعني انت صلاح محسن هيكون واحد من ضمن الخارجين انت الخارجين التانيين هيكون لسه ده هيتم حسنهم فترة جاية لان انت عندك احتمالية تدخل بعض اللعبين الناشئين انت بتتكلم في الفترة دي في حاجة في الزمالك عندك؟ خلينا اقولك بسهل حاجة تانية ان فيه مفاجأة كبيرة جدا فيه حتة مروان حمدي اه لعب النادي المصري كلر طلب التعاقد معه لان انت فيه احتمالات دلوقتي احمد امين اوفا ايه بس هو لو هياخد مروان حمدي مش هياخدهم بوشرة لا مش هياخدهم بوشرة بالتأكيد انت عارف اللي طبيعة العلاقة ما فيش مشكلة خلص ومروان حمدي دلوقتي معروض من النادي المصري اه عرضوا للبيع بعد ازموط الاخير معاكمة اه عشان كده النادي الاهلي دلوقتي بيجاهز بديل احمد امين اوفا ورقم واحد فيه اختبارات كلر فيه المهاجمين المحليين ده في حالة الكلام مع احمد امين اوفا وصل ليه يعني سكة مسدودة لأ حيروح ليه مروان حمدي خلينا رح عندك حاجة تانية كابتن مهيب حتى اسستاذ النادي الاهلي احنا اتكلمنا فيها اكون اول ناس الكلمة فا Wishبiner اللي فات النادي الاهلي خلاص دلوقتي يعني سحقولك عن المفاجأة الكبيرة ان النادي الكابتن محمود الخطيب بدأ بالفعل التفاوض مع شركات عالمية لبناء اسستاذ النادي الاهلي وعرضوا على شركة النادي الاهلي لانشاءات ودي ممكن تكون المفاجأة الكبيرة جدا اللي تخلي كابتن الخطيب يفكر يترشح لدورة انتخابية جديدة في النادي الأهل عندك حاجة في الزمالك؟ خلينا أقولك على حتة الدكتور عبدالله جورج مستشار رياضي النادي الزمالك هو من طلب رحيل الدكتور محمد أسامة بعد اللي حضراك تتكلمت على التشخيص الخاطئ لمصطفى شعلبي دي مهمة جدا لأنه أنت تتكلم في تشخيص خاطئ أنت تتكلم في نادي جديد يعني شوف الملابسات الأول رحيل هقول لها حضراك على حاجة انت حضراك زي ما تتكلمت في الانترو انت بتتكلم على نادي الزمالك أو نادي الأهل لما تتكلم على تشخيص خاطئ اللاعة كبيرة يكون عنده شاخ وتخليه يبدأ تأهيل فبالتالي هتضاعف الإصابة فمنفحش أنا في طبيب في النادي الأهل أو في الزمالك يبقى عند تشخيص خاطئ في الفترة دي خالص بشكرك يا مخبزي عادش طويلنا عليك النهار طيب